السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الاخلاص فالعمل لا يقبل الا بشرطين الاخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم اذا توفر الشرطان في العمل فانه يقبل باذن الله واذا اختل اختل واحد منهما فان العمل الا يقبل فالاخلاص لله يعني الاخلاص من الشرك الاكبر والاصغر وان يكون المقصود بالعمل وجه الله سبحانه وتعالى لا رياء ولا سمعة ولا طمعا في دنيا وانما يكون طمعا في رضا الله وفضله ومغفرته والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا يكون فيه بدعة لا يكون فيه بدعة واحداث لم يشرعه الله ولا رسول فان البدع مردودة لا تقبل وصاحبها آثم لا مأجور وقد قال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة والله جل وعلا قال وقالوا لن يدخل الجنة يعني اليهود والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم أي هاتوا دليلكم على ما تقولون إنه لن يدخل الجنة إلا أنتم اليهود والنصارى لأن كل الدعاوة تحتاج إلى دليل يعيدها وأما إذا كانت مجرد دعاوة فإنها لا تقبل بدون دليل ثم قال جل وعلا بلى من أسلم وجهه أي بلى يدخل الجنة كل من أسلم وجهه لله ومحسن ومعنى قوله أسلم وجهه لله يعني أخلص العمل لله ومعنى قوله جل وعلا وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم فيما يعمل وفيما يقول والسلف الصالح كانوا أحرص الناس على هذين الشرطين في أعمالهم يخلصون لله ويكتمون أعمالهم ولا يظهرونها لأجل الإخلاص لله عز وجل يجعلونها بينهم وبين الله ما استطاعوا ويحرصون على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحيدون عن سنته ولا يبتدعون ولا يزيدون هذا موقف السلف من الإخلاص لله عز وجل ترجمة نانسي قنقر